بين أجنحة المعرض الدولي لأنظمة الأمن والحماية يقدم خالد أحدث ابتكاراته رجل آلي بقدرة تدخل لإخماد الحرائق وحتى إسعاف المصابين أثناء نشوب ألسنة النيران هنا عدنا ابتكار هو روبوت لمكافحة الحرائق اسمه إيكوزيوم طورنا هذا الروبوت لتطوير مجال مكافحة الحرائق هنا في الجزائر وهذا الروبوت يمكن أن يحمي ويساعدة الناس الروبوت الخاصية الروبوت نقدره بها تدخل تحت 300 متر وعنده الجه يمكن أن يلحق حتى 80 متر هو سا روبوت يستطيع الوطنوب يمكن أن يعمل حتى 6 horas من الوطنوبة يمكن أن يساعد الهوار مزايا هذا الابتكار الجزائري لا تتوقف عند التدخل في مرحلة ما بعد الحرائق فهذا الروبوت يحوز على استخدامات تتيح الكشف المبكرة عن شرارات الإنذار عنده الخاصية الثانية تعود ما يقدر يترانسپورتي لأمالاد والأمبليسي نقدر نحكمه نحطه في برونكار ندهي إلى منطقة آمنة الآن الروبوت هذا طورناه باش نقدر نبينه الكمبيتنس ألجيريان سما الشباب الجزائري وش يقدر يدير بخطوات ملؤها الفخر والاعتزاز يحدثنا خالد عن ابتكاره كله أمل للشروع في إنتاج وتسويق اختراعه على نطاق واسع نحن عدنا معرض في دبي في شهر جونفي إن شاء الله رح ندروبوا هذا إن شاء الله ندخلوا للأسواق العالمية إن شاء الله مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة مصنعون ومهنيون في قطاعات عديدة أبوا إلا أن يشاركوا في هذه التظاهرة بمختلف المعدات والمنتجات المبتكرة المتخصصة في مجال الأمن الصحة والبيئة وعندنا الأجهزة المضادة للحارق منها الإلكترونية ومنها الغازية ومنها المائية وكاين عندنا ثالث تعليقون ترول داكسي يعني الأبواب الميكانيكية والإلكترونية وعندنا أمور أخرى لتتابع هذا الضمان وهي هو الاستمرار بالأسواق اليوري الأنوسية للحارق كما أنت لهم ترونية المتركة لا ترونيك ولمكترونيك نحن الوبجيكتيف في هذا المعرض نقدمه صنع جزائري هذا ويطمح المنظمون على غرار المشاركين في الطبعة الثالثة للصالون في أن تشكل التظاهرة بداية لتصدير ابتكارات الجزائر ومشاركة أوسع للبلاد في محافلة دولية مماثلة